يحدثك العرب عن فلسطين وجل ما يجيدونه هو البكاء على الأطلال وإصدار أغنية متضامنة كل عقد من الزمن سنعود إلى العرب وكلماتهم في فلسطين غير أن البداية هي من إصدار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين للأنروة قراراً بضرورة مشاركة اللاجئين في تكلفة الاستشفاء بنسبة تراوح بين 5 إلى 20% قبل هذا الإجراء باحتجاجات فلسطينية واسعة وحضر رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغة إلى لبنان لمعالجة الأمر طبعاً خلال لقائي مع المفوض تحدث على أنه وعندنا مشكلة أنه الطباء يحولون حالات لازمة والمشلازمة بالعودة إلى العرب وعشقهم لفلسطين من موازنة صندوق الأنروة لعام 2014 القائمة على التبرعات ومجموعها حوالي 500 مليون وخمسين مليون دولار ما هو مجموع ما يقدمه العرب عشرة ملايين وثمانمائة ألف دولار والمضحك المبكي أن فلسطين تقدم منها ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار مقابل هذه الأرقام المعيبة من الدول الأخرى ذلك في حين يقدم الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من 140 مليون دولار والاتحاد الأوروبي 115 مليون دولار وبريطانيا أكثر من 60 مليون دولار والآن فلنغني لفلسطين الدول العربية استعدت أن تدفع 87% في منزانية صدق العام للأسف يعني الدول العربية لم تطبق أو هذا القرار بقي حبرا على أورا ولقبل سنتين أو ثلاث سنوات كان معظم أو مجموع ما تدفع الدول العربية 1% بدل 87% في المقابل تشير معلومات حصلت عليها الجديد أن إجراء الأنروا هو إجراء يتعلق بمختلف دول اللجوء وليس بلبنان وحده وأن الوكالة لن تسمح بأن لا يستطيع معوز العلاج لأسباب مالية مهما كانت الظروف جدغسن قناة الجديد